كابتن سمير مدارس بمعنى ان هناك بعض المدارس اللي تقولك كان لازم الاندل اهلي يبقى يهاجم ويدغط على باين ميونيك والكلام دي كله دي مدرسة ومدرسة لها وجهة نظر او فلسفة زي ما الكابتن ايهاب مدرسة الكابتن ايهاب مثلا خلاص في مدرسة تانية يقولك لأ انا عارف امكانياتي عاملة ازاي اقف في نصف ملعبي وحاول العب على الهجمات المرتبة حضرتك من اني مدرسة هو بالفعل ده حصل وهتكلم من وجهة نظر مستر بيتسوم سماني ان هو بدأ المباراة بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد ودي الطريقة اللي تتناسب مع النادي الاهلي بس بشروط اللعيبة اللي هي زي كهرباء زي افشة زي شحات كل ده كان لهم دور هجومي ودور دفاعي لكن احنا مش شفناش ده معظم قدرة المباراة انا مدرسة ان هي مطافق ممكن تكون قريبا من فكر مستر موسيماني انما كان لازم يكون فيه ضغط على لعبة البايرن في نص الملعب اكتر من كده لان كهرباء ما كانش بيعمل دي وهو بلعب فروط صريح وكنتش هتمنى ان كهرباء يبدأ في المكان ده كنت هتمنى محمد الشريف يبدأ او ويلتر بواليا لان هو فروط صريح كهرباء بيشتغل من الاطراف اكتر وبيشتغل من العام كمان كويس قوي وبيجي مواجه بالكورة للمدافعين لما بيكون قدامه كمان مدافع فدي وجهة نظر ان هو كان لو بدأ بحد في الاتنين دولار انا قلتلك عليهم كان ممكن يبقى افضل من كده في التلت الهجومي للنادي الاهلي وكان يكون فيه شراسة هجومية داخل التمنتاشر كمان مع شغل حسين الشحات وكهرباء لو جي من الاطراف او طاهر ايا كان منهم يكون موجود في المباراة انما اللي عمله موسيماني ان هو زي ما نقول موسيك العصاب النص عارف امكانيات لعبته لعب بوقعية جدا على حسب امكانيات لعبته اللي هي لعبة النادي الاهلي امكانيات لعبته بتتقال لما بيكون فيه فرقة طبعا قليلة شوية بقولك انا عندي دي الامكانيات لعب لا احنا هنا الكلام مختلف شوية عشان خاطر المنافس خاطر المنافس طبعا بتتكلم في فرق الكواليتي اللاعبين الاسعار الاتمان اللي احنا بنتكلم فيها عشان كده كواليتي زي ما حدك قلت طبعا يعني هو كان وقعي وعلى فكرة اللاعب نفسها مقتنع بهذا الكلام يعني عارف يعني مثلا اي حد في اي مكان من اللاعبين المصريين في النادي الاهلي عارف كواليتي جدا اللي قدامه ده لكن انا بحاول انا كلاعب في النادي الاهلي بحاول ان انا اعمل حاجة كويسة بحاول ان انا وصل ان انا اوصل ان انا هاجم بحاول ان انا اقطع الكرة احنا قطعنا الكرة كويس جدا لكن هي فعلا النقطة دي هي اللي كانت نقصة هي دي النقطة اللي كانت نقصة النادي الاهلي والنادي الاهلي كان طول عمره يعني مميز انت شفت ايام مثلا مستر مانو الجزي كان احسن جيل بيضغط في نص المرة بيستخلص الكرة وكمان عنده المسفاص قليل أول عشان كده بيبقى عندك مساحة وعندك اختراقات بتشوف كل النجوم اللي كانت موجودة في الجيل ده كانت بتعمل شغل كويس أول فهو ده اللي بينقص النادي الأهلي في الجيل ده ان هو عنده حتة الضغط قليلة شوية جدا يا كابني السام يعني أنا لو حتة الضغط دي موجودة في مباراة أمس أو حتى في الدوري هيبقى أفضل من كده فهي دي مدرسة مسلماني ان هو زي ما قلت لحضرتك من شوية تلعب فرقة قوية جدا أتمنى على أعلى مستوى فرقة بطل أوروبا وبطل العالم مش بطل أوروبا بس إنما أول عشرين دي هي اللي كانت مش كويسة للنادي الأهلي يعني ضغطوا علينا ضغط بيضغط باربع خمس لعيبة الفندفيسكي وبيبدأ بجنابري وكومان وديفيز ومولر ساعت بيجي من تحت يعني كل دي وكاملش كان يعني محور اللاعب في نص الملعب وعمل ربط ما بين الرباع أو الخمس الهجومي فشكله خطورة عليك أو من الإطراف والعمق وقدر إن هو في الديها 17 يجيب هدف فهي دي اللي أثرت على أداة النادي الأهلي النادي الأهلي كان خايف شوية عشان كده كان فيه أداء مزوزة إنما هنرجع للنقطة إن أنا بلعب مين برضو؟ إن بلعب فرقة تقيلة جدا بإمكانيات عنده قوة وسرعة ومهارة التهديف ثلاث حاجات دول بيمتازه للألمان فدي كانت نقطة مهمة جدا لكن النادي الأهلي أنا من وجهة نظر إن هو عمل مباراة كويسة قدام فرقة عالمية شفنا مش عايزة أخش في المقارنات بقى وسكور قبل كده برشلونة غلب تمانية وتوتنهامة غلب سبعة وتشيلس تلاتة ده الواقع إنما النتيجة أنا شايف إن هي مرضية جدا بالظروف النادي الأهلي لعب بيها قدام فرقة كبيرة فأنا شايف إن المباراة بالنسبة لنادي الأهلي ما كانتش وحشة كانت كويسة بس النادي الأهلي كان عنده أفضل من كده طبعا كلنا متفقين على هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر